لو عايز تعرف تكسب ازاي من موقع خمسات عن طريق تفريغ الكتابة على الورد بطريقة سهلة وبسيطة ادرجة ان انت مش هتكتب بايدك عايز تعرف ازاي؟ يالله مع بعض لا تنسى الاشتراك في القناة من ضغط على علامة سبسكرايب واضغط على علامة جرس ليصلك جديد قناة كيموتيوب لا تنسى زيارة مدوانات كيموتيوب والضغط على تابعونا ليصلك كل ما هو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد كامل من قناة كيموتيوب يا رب تكون الخير هنتكلم النهاردة عن حياة ظريفة كده طبعا تفريغ الكتابة على الورد او الناس اللي بتكتب على الورد او بتشتغل كتابة على الورد ده طبعا موضوع معروف للكل ان انت تكون عندك مسلا كتاب عايز تكتبه او رسالة ماجستير او مذكرة او اي شيء انت عايز تفرغه على الورد بتكتبه بايدك او يكون حد بيكتبه على ايده وبعيك يا عايز يفرغ الكلام ده ويكتبه على الورد فالفكرة بتاعتنا النهاردة ان انت ازاي تعمل الكلام ده لو انت مسلا بتبقى عايز تكتب الكتاب ده او الكلام ده يعني تفرغه على الورد او الفكرة الاصلح يعني او الاحسن ان انت بتشتغل على موقع خمسات لان الموقع ده اللي ما يعرفوش هو موقع عربي بيجدم خدمة كل خدمة مقابل خمسة دولار انت بتاخد جزء منها والموقع بياخد عمولته وبتكتب يعني بتستغل الموضوع ده ان انت تكتب للناس او تعرض خدمتك للناس مقابل انت تاخد فلوس بطريقة سهلة وبسيطة وهقول لك المفاجأة هنا النهاردة ان احنا هديك الاستراتيجية ان انت مش هتكتب شيء بايدك فنشوف مع بعض ازاي تعالوا معنا على الكمبيوتر الموقع الخمسات لو جينا هنا وكتبنا مثلا كتاب على الورد كتابة وورد عملنا بحس هتلاقي حات كتيرة ناس او خدمات بتتكلم على الكتابة يعني مسلا هون كتابة ملفات في واحد اشترى الخدمة دي في كتاب التلات مقالات حصريات المقامسين كلمة او اي هتلاقي خدمات كتيرة يعني موجودة بنفس الطريقة طيب ايه الفكرة بتاعتنا الفكرة بتاعتنا طبعا انت هتعمل موقع على خمسات هتعمل اشتراك على موقع خمسات وتبدأ تعرض الكلام ده زي مسلا هو نفتح اي اعلان هتلاقي الكلام المكتوب انت هتاخد نفس الكلام وتشوف اللي انت هتكتبه بنفس الاسعار بس طبعا انت تجلل من الاسعار اللي موجودة عشان تقدر تاخد خدمات وبعد كده هنروح على موقع جوجل ونكتب جوجل ونكتب هنا جوجل جوجل دوكومنت والرابط هتلاقي برضو اسفل الفيديو بازن الله في الوصف نخش على جوجل دوكومنت افتح الموقع معنا بالشكل ده نبدأ نخله جوجل دوكومنت دي الفكرة بتاعتنا ان انت هتعرف تكتب ازاي بدون ما تمد ايدك على اي شيء بتعمل علامة الزائد طبعا دول انا صفحتين كنت بجرف فيهم هتعمل علامة الزائد من هنا طبعا اللغة هتكون على الافتراضية اللي عندك يعني انت مسلا دوكت عامل اللغة عربي هتكتب العربي عامل اللغة انجليزة هتكتب الانجليزة وهنشوفها مع بعض انت هنا يفتح لك صفحة زي الورد بالزبط نفس الاعدادات بتاعت الورد المفروض انت شغل على الورد يعني الناس كتيرة جدا يعني صعب انه ما يكونش حد فهم في الورد او شغل على الورد هتلاقي الشاشة اللي فتحت لك نفس شاشة الورد بالزبط فبتزبط الكتابة يعني مسلا اختار هنا اربعة عشر مسلا حجم الخط وعايز تغير اللون اي شيء اللي انت عايزه تبدأ من اول الساطر او في النص اللي انت اي شيء انت عايز تغيره او عايز تغير الخط نفس الكلام هنقول هنا هتيجي هنا بعد كده هتخش على اه ادوات هتلاقي هنا حايز مع الكتابة بالصوت او تدوس الاختصار بتاعها نفعلها ندوس عليها بعد ما دوسنا عليها تظهر النافذة كده هدوس على النافذة دي وابدأ اتكلم بالصوت ونشوف مع بعض اللي هيحسن ندوس عليها وبعد ما تبقى عليها حامرة نبدأ نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت تشاهد هذا الفيديو وانت غير مشترك في القناة ارجو الاشتراك الآن والضغط على زر الجرس ليصلك اخر الفيديوهات والضغط على اعجاب وقم بالمشاركة او بمشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم لكم انا طبعا عشان موصل فيديو الموصل الميكروفون على الكاميرا مش على اللابتوب وبعيد عن اللابتوب في مسافة فهتلاقي ان كلمتين بس طبعا ان انت بتكتب والمفروض ان انت متابع على الكمبيوتر فانت هتلاقي هنا في كلمتين بس هنا اللي هي كتبها يسرى زر الجرس ليصلك اخر الفيديوهات كتبها يسرى وهتلاقي هنا في فين تاني شكرا لكم اعملها لكم فهي دي الملخص الكتابة على الجوجل دوكمنت بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ما اميدي ايدي على الكمبيوتر هو كتب اللي انا قريته ومنتهى السهولة يعني تقدر تكتب شوف انت مسلا قاعد يعني فاضي في اليوم تعرف تكتب كم صفحة بهذه الطريقة ببساطة وسهل بس كل المطلوب منك ان انت تقرأ كلام موضح تكون الصوت قريب للميكروفون للمخرج اللي هو الميكروفون يعني بتاع الكمبيوتر يكون واضح بس الطريقة التانية انت تكتب الكلام ده بالانجليزي او باي لغة تانية انت تعرفها وهنشوف مع بعض ازاي مفروض ان احنا نغير اللغة نرجع بس شوية كده اجي على الاعدادات من هنا واغير اللغة بتاعتي للانجليزي مسلا او انا عايز اكتب انجليزي اغير دي اقول له تعديل هات الانجليز نضغط على الانجليز اه يو اختيار ونكتب جوغل دوكومنت من فوق او من تحت او نرجع من بعد ما نرجع على جوغل دوكومنت هتلاقي ان الوقت هتغيرت والكتابة بقت بالانجليزي نفس الكلام نختار علامة الزيت وهتلاقي ان كل الوجهة والدنيا كلها اختلفت طيب نيجي من هنا من على تتفعل بس معنا الشاشة من على من على طيب هننخش على وقبل طبعا ما نكتب هو هريد يعطي لك الحية من الشمال المين اهو تختار الحية اللي انت عايز تختارها مسلا وبعد كده تبدأ تكتب نجيب ونبدأ نضغط ونبدأ نتكلم زي ما تكلمنا بانجليزي بس يعني زي ما تكلمنا بالعربي هنتكلم بالانجليزي بس بلغة واضحة نفس الكلام لو انت المفروض بتعرف تتكلم انجليزي يعني هتتكلم نطق سليم وتكون يعني في الفم بتاعك غريب للمخرج او اللي سبيكر يعني اللي هو بتاع الميكروفون بتاع الجهاز ونبدأ نتكلم هاور يو يو ايه طب تمام وهكذا نبدأ نفس بنفس الطريقة بتاعتنا طبعا بعد ما نكمل الكلام ده كله نخلص الكتاب بتاعتنا بدينا نخدها كوبي بس كده هتروح معنا بنفس التنصيق يعني ياما من هنا هتعمل دول لود دو سي اكس نعمل لها دول لود ومعاك فايل الورد مكتوب انتهى السهولة وانتهى البساطة في وقت خليل جدا تبدأ تكتب يعني صفحات كتيرة جدا وتكسب من وراها بدون ما تتعب ايديك على الكيبورد بعد ما تنزل اهي بدأ ينزل نفتحها لان الموضوع مفتوح على الورد شاية الورد برنامج الورد ما فيش عين مشاكل لو عايز انت بقى تمد ايدك يعني فده هيكون في التنصيق وزي ما احنا تكلمنا لو انت ممكن تقدر تزبط التنصيق في على البرنامج على الجوجل دوكومنتي يعني قبل ما تنجلها للورد او قبل ما تصدرها للورد يعني او تحفظها على هيئة الورد او تعملها تحميل يعني منتهى السؤولة ومنتهى البساطة يعني شوية خطوات بسيطة في الاول تبدأ تتكلم بس معتمد على الصوت بتاعك وتتابع آآ الكلام اللي هيتكتب لان طبعا ممكن يكون فيه اخطاء نتيجة النضج بتاعك مش زي الخورزمات اللي بتشتغل على الكلام ده فانت بتتابع وبتصلح لو فيه تصليح بس مش اكتر ولا اقل ولو عايز تنصك بطريقة معينة غير كده انت بتكتب بطريقة سهلة وبسيطة وبسرعة كبيرة جدا بدون ما تمد ايدك على آآ الكيبورد وتكتب بدون بالتعب ده كان الفيديو معنا النهارده مستقاش لعمل لايك وشير وتشاركه مع زمائي لك عشان الكل استفيد وتعمل فائدة وتسيب تعليق تحت الفيديو لو عين لك اي استفسار او اي شيء او اي افكار ممكن يعبد لعنها شروحات مستقبلية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة